مرحبا بكم أعزائي الطالبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثاني متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم هو اليونت الأول الدرس الرابع عنوان الدرس مقابلة لكن الجزء الثاني الدرس السابق كان هم منها اسمه مقابلة مع القطعة جاك جيمز هذا الدرس هم اسمه مقابلة لكن هو كاتبين عليه Part B أو الجزء الثاني قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب بيجي الفيسبوك الأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الثاني متوسط نبدأ بالدرس يونت 1 لسن 4 اليونت الأول الدرس الرابع عن انتروفيو مقابلة Part B الجزء الثاني بالفقرة الأولى يقول لي ask and answer the questions اسأل وأجب على هذه الأسئلة أسفلها منطين مجموعة من الأسئلة اللي ربما يسألها الأستاذ بداخل الصف للطلاب ويحاول الطلاب يجاوبون على هاي الأسئلة أو يسويها محادثة طلاب الاثنين طالب يسأل وطالب يجاوب شنو هاي الأسئلة الأسئلة كلها تبدي بهو لونغ احنا أخذنا هولونغ معناها كم المدة أخذناها بقطعة مستر جاك جيمس يقول هولونغ هاف يو بين ان ذس سكول منذ متى وأنت في هذه المدرسة يعني انت صالك يش قدب هاي المدرسة فالطالب يجاوب الأستاذ أو يجاوب زميله يقول لها كمثال أنا هنا بهاي المدرسة منذ عشر سنوات أو لثلاث سنوات يسألها سؤال آخر كم المدة التي عاشت عائلتك فيها في البصرة منذ متى وأنت هنا في البصرة فالجاوبة تقول لي عائلتي موجودة في البصرة منذ ولادتي وهكذا زين هذه الفقرة بيها ثلاث مواضيع قواعدية شيني أستاذ ذنين ثلاث مواضيع قواعدية أولا موضوع المضارع التام البسيط لأنه دايس أني باستخدام المضارع التام البسيط فلازم أخذ زمن المضارع التام البسيط ثانيا الفرق بين السنس والفور هذن السنس والفور ظروف زمان نستخدمهن بالإجابة على سؤال إذا لاحظته قل لك الأستاذ منذ متى وأنت هنا في المدرسة فالجاوبة كمثال تقول لي منذ ولادتي إلى آخره إذن نستخدم السنس والفور في الإجابة على أسئلة الهولونغ إذن السنس والفور هي دلائل مضارعتان بسيط إذن كذلك الموضوع الثاني اللي راح نتطرق له هو الفرق بين السنس والفور والموضوع الثالث هو استخدام الهولونغ وكيفية الإجابة عنه إذن نتطرق الموضوع الأول اللي هو المضارع التام البسيط حال حال باقي الأزمنة إحنا ابتفقنا بمراحل سابقة أنه كل زمن بيدلائل وبيقواعد فمثلا إذا تذكرون بالأول متوسط شلو نعرف مثلا أن الجملة ماضي بسيط إذا تذكرون إذا لقيت كلمة last yesterday أو ago هذني أقول الجملة ماضي بسيط إذا لقيت ذن الكلمات بالجملة فأقول الجملة ماضي بسيط كذلك هذا الزمن من الممكن أنه إذا شفت بعض الظروف الدالة عليها أقول هاي جملة مضارع تام بسيط أول شيخ نتعرف هو على شن يستخدم أو بشن يستخدم المضارع التام البسيط نستخدم المضارع التام البسيط للتحدث عن الأحداث التي حصلت في الماضي ولا زالت آثارها حتى الآن وكذلك للتحدث عن الأحداث التي حدثت في الماضي ولا نعلم وقت حدوثها ركزوا إياي أنا مثلا أقول She has lived in Baghdad since 1990 شوف هنا حدث وقع في الماضي هي عاشت في بغداد منذ عام 1990 هي عاشت في بغداد ولا زالت تعيش في بغداد إذن هو حدث حصل في الماضي عاشت في بغداد ولا زالت آثارها أو لا زالت موجودة أو مستمرة حتى الآن أو حدث حدث في الماضي ولا نعلم وقت حدوثها كمثال They have studied math هم درسوا الرياضيات هذا حدث حصل في الماضي ولا نعلم وقت حدوثها إذن هي بشكل مبسط هو حدث وقع في الماضي ولا نعلم وقت حدوثها أو حدث وقع في الماضي ولا زالت مستمرة حتى الآن أو لا زال آثارها وموجودة حتى الآن الظروف الدالة على هذا الزمن شلون أعرف أنه هذا الجملة بهذا الزمن إذا لقيت أحد الظروف التالية شني هي الظروف since معناها منذ حاولوا تحفظون معانيهن أو تحفظوهن وتحفظون معانيهن for معناها لفترة كمثال for 10 years لفترة 10 أعوام أو لعشرة أعوام so far معناها حتى الآن yet yet كذلك همينا معناها حتى الآن لم أرتب أغراضي حتى الآن just معناها للتو ever معناها مسبقا never معناها أبدا already already همينا تجيب معناها مسبقا هسا ركز ويايا هذني الظروف إذا شفتهم بالجملة أقول الجملة مضارة تام بسيط أعيد هذني الظروف إذا شفتهم بالجملة أقول الجملة مضارة تام بسيط زين وراها زين الأستاذ أنا أعرفت أنه هذه الجملة الجملة معينة جاب ليها بالامتحان مضارة تام بسيط شن القاعدة اللي رح أستخدمها في تطبيق أو في حل جملة المضارة التام البسيط ركزوا إيايا وحاول تحفظ القاعدة كالعادة هذا الزمن حالة حالة باقي لازمنا بمثبت ونفي واستفهام أقول أستاذ شو ترح تطيني ثلاث قواعد زين أنا شو ترح تطبق قاعدة المثبت شو تطبق قاعدة النفي شو تطبق قاعدة الاستفهام إحنا شرحناها بمراحل سابقة أطبق القاعدة الاستفهامية إذا لقيت علامة استفهام أو لقيت كلمة question question معناها السؤال وشو تطبق قاعدة النفي إذا لقيت negative negative معناها نفي أو بعض الأحيان فقط يقول لي not وشو تطبق القاعدة المثبتة إذا ما لقيت ذن العبارات كلهم أطبق القاعدة المثبتة زين شو تقول القاعدة قاعدة تقول فاعل زايداً أما هاز أو هاب أوقف استاذ شو كتخلي هاز وشو كتخلي هاب الهاز تخليها إذا كان الفاعل مالتي مفرد هي أو شي أو إت والهاب أخليها إذا كان الفاعل مالتي جمع كمثال they أو we أو you زيان استاذ والآي انتبه الآي تاخذ هاب مو تعتبرها مفرد وتاخذ لها هاز زيان زايداً تصريف ثالث للفعل زايداً تكملة إذن هاذي قاعدة المثبت فاعل هازو هاب زايداً تصريف ثالث للفعل أوقف استاذ شنه يعني تصريف ثالث نماخذين مراحل سابقة إنه كل فعل كمثال الفعل play يلعب شن الماضي مات ماضية played أضيف لإيدي شن التصريف الثالث مات نفسي تهمنا played مجرد أضيف لإيدي يعني التصريف الثالث أما إيدي مثل الماضي أو كذلك يكون شاد مثلاً القو شن الماضي مات went يعني ما أريد الماضي أريد التصريف الثالث شن التصريف الثالث مات gone لازم تحفظوهن الشواذ لازم تعرفون كل كلمة شاذة شن الماضي والتصريف الثالث مالتها اللي بعده السلقاء عادة المنفية شتقول كالعادة فقط نضيف نوت على الhas أو الhave فأما أصير hasn't أو haven't زايد تصريف ثالث للفعل زايد تكملة والاستفهام الhas والهاب أخلي هنا بداية الجملة فتقول has أو have زايداً فاعل تصريف ثالث للفعل تكملة وعلامة السؤال لا تنسوها ما افتهمت السيد شون يعني حسا بالك ويايا ونتعرف على الصيغة اللي تجيب الامتحان قبل ما نتعرف لازم تعرف انه مثل ما وضحنا انه الhi والشي والإتش ياخذن ياخذن هاز والذي والوي واليو والآي ياخذن ياخذن هاب حاولوا سجلوا ذلك الملاحظات بالدفتر لأنها مهمة جداً وراها تنتقل للصيغة اللي ممكن تجيك بها بالامتحان هسا بس ركزوا ياي خلينا نراجع اللي أخذناها قبل دقيقة شو تقول تقول أولاً القاعدة المثبتة فاعل زايداً has أو have زايداً تصريف ثالث للفعل تصريف الثالث نسميه past participle معناها تصريف ثالث زايداً التكملة النفي مالتا من ينفي لي ياها فاعل زايدا خلي نوت على الhas has أو الhave فصير has not أو have not أو تقدرون تختصروها hasn't أو haven't زايداً تصريف ثالث للفعل زايداً تكملة والاستفهام أخلي الhas أو الhave بالبداية حسب الفاعل زايداً فاعل زايداً تصريف ثالث للفعل زايداً تكملة ولا تنسون علامة الاستفهام ولو عدت بها هو أي سؤال شو كتتطبق القاعدة المثبتة وشو كتطبق القاعدة المنفية شو كتطبق القاعدة الاستفهامية أعيد شو كتطبق القاعدة الاستفهامية إذا لقيت question سؤال أو علامة سؤال شو كتطبق القاعدة المنفية إذا لقيت negative أو not شو كتطبق القاعدة المثبتة إذا ما لقيت ذن الدلائل الأربعة يلا هسه شي يقول لي يقول لي I have go shopping وقال لي بينقوسين correct شن معنى correct معناها صحح استاذ عفيا الآن نجي نصحح الجملة دائما نتعود أنه أكو خطوتين أولا لازم أعرف أن هذه الجملة فيها زمن استاذ هذه المضارعة التامة البسيط شلون عرفت استاذ لقيت كلمة already عاشت إيدك إذا لقيت أحد الدلائل اللي أخذناهنا بداية الدرس already since for ever never إلى آخره إذا لقيت وحدة من أدهن بالجملة أقول الجملة مضارعة تام بسيط استاذ أنا حددت الزمن وراها شا سوي حدد للقاعدة يا قاعدة مثبتة من في يس تفهامي أسئلك أكو كلمة question لا أكو علامة سؤال لا أكو كلمة negative لا أكو note لا إذن ما لقيت ذنة كلهن يا قاعدة راح أتطبق القاعدة المثبتة شتقول القاعدة المثبتة فاعل شنو الفاعل I زائدا has لو هاب الآيش تاخذ تأخذ هاب I هاب زائدا تصريف ثالث للفعل شنو التصريف الثالث لما القو قبل شوية قلناها قو الماضي ما لتها وينت تصريف الثالث مالتها gone I have gone زائدا تكملة الجملة اللي هي اش بقى تأدي كلمة shopping اوقف start زين و already وين أخليها نانا already مكانها بين ال have والتصريف الثالث تريد تنزلها أو ما تريد تنزلها ماكو مشكلة فتقول I have already gone shopping لقد ذهبت للتسوق مسبقا شوفوا نانا هاي الجملة غير معلوم هي حدثت في الماضي ولا نعلم وقت حدوثها أنا سابقا ذهبت للتسوق يا باش وقت ذهبت للتسوق ما نعرف الوقت اللي ذهب بي للتسوق بعد الجملة الثانية يقول لي she not write her homework yet هميناش قلي قلي correct صحح الجملة أوقف أستاذ خطوتين خطوة الأولى مني الذكر لياها انحدد زمن الجملة يلا يا سبب احدد لزمن الجملة أستاذ هذه الجملة مضارتان بسيط شلون عرفت من خلال كلمة yet عاشت إيدك زين ثانيا نحدد القاعدة شن يعني نحدد القاعدة نشوف نطبق القاعدة المثبتة المنفية الاستفهامية ستار نطبق القاعدة المنفية لأن لينا not عاشت إيدك إذا لقيت not تطبق القاعدة المنفية يلا شتقول القاعدة المنفية فاعل شنو الفاعل شي ننزل الشي سؤال الشي تاخذ هاز لو هاب تاخذ هاز إذن أنزل لها هاز زاء إذن شنو not لأن نطبق القاعدة المنفية زائد تصريف ثالث للفعل write شنو التصريف الثالث مالتا write wrote written إذن هذا لازم نحفظ شواذ إلى فعال written her homework زائد نتكملها طبعا homework yet شنو معنى صار الجملة she hasn't written her homework yet لم تكتب واجبها البيتي حتى الآن أصبحت الجملة بالمضارع التام البسيط القاعدة المنفية الثالثة what you do so far إيش قال لي نفس الطريقة يقال لي correct شنو معنى correct صحة يلا أكو خطوتين للحل نحد زمن الجملة جملة بها زمن مضارعتان بسيط شلون عرفت من خلال كلمة so far زيان وراها يا قاعدة من قواعد المنفية استاذ القاعدة الاستفهامية شون عرفت لأن لقيت علامة سؤال عفي البطل يلا نجي نطبق القاعدة الاستفهامية شتقول هازلو هاب هنا أنا واحد يقول لي استاذة هاذي على شنو تعتمد لهازلو هاب قلت لك سابقا شنو الفاعل مالتك غير تشوف الفاعل أول شي على متحدد إذا كانت هازلو هاب الفاعل مالتي you إذن you تاخذ هازلو هاب تاخذ هاب إذن أخلي هاب زائدا فاعل شنو الفاعل you زائدا تصريف ثالث للفعل do المالتي did التصريف الثالث مات done زائدا تكملت الجملة شنو تكملت الجملة so far لا تنسونا على أنت الاستفهام لأن عليها درجة زيان استاذ والواتس الواتس إذا تريد تنسلها لازم تنسلها بالبداية دائما إذا أكو أداة سؤال بالجملة لازم تكون أول شي بالجملة فش صير what have you done so far ما الذي فعلته حتى الآن طبقت المضارع التام البسيط القاعدة الاستفهامية هذا ما يخص الموضوع الأول أو الفقرة الأولى من الموضوع تذكرون قلت لكم راح تلاقينا ثلاث مواضيع الموضوع الأول المضارع التام البسيط خلصنا عرفنا القاعدة المثبتة المنفية الاستفهامية دلائلة عرفنا شون يجينا بالمتحان وشون نجاب عنه وراها ننتقل لموضوع آخر اللي هو الفرق بين السنس والفور وبعدنا موضوع ثالث لا تنسون موضوع الهو لونغ هس نجي السنس والفور شنو قاعدتها أو شنو استخداماتها سنس تعني منذ وتستخدم مع أيام الأسبوع يعني شنو أيام الأسبوع احنا كم يوم من أيام الأسبوع عدنا عدنا سندي موندي تيوزدي مثلا نقول سنس موندي منذ الاثنين سنس سندي منذ الأحد إلى آخره مع الساعات شنو قدنا الساعات كمثال منذ الساعة الثامنة منذ الساعة العاشرة أشهر السنة تعرفون شم شهر قدنا ما عايش منذ يناير منذ فبراير منذ فبراير إلى آخره بعد السنوات كمثال منذ 2020 أو أي وقت محدد كان يكون كمثال هناك كل هم سهلات أيام الأسبوع نعرفون الساعات نعرفون 10 سنة نعرفون لكن هناك شو يركزوا يا أيا لست زائد زمن شنه يعني لست زائد زمن كمثال أقول منذ شهر يناير السابق منذ الأسبوع الماضي إلى آخره إذن لست زائد زمن أو فاعل زائد فاعل هذه ما أخذيها بقطعة مستر جاك جيمس يقول هولونغ هابيو لابدين آشبي يقول لسنس آي وز بورن شوف هنا آي وز فاعل زائد الفاعل ماضي منذ أن ولت منذ أن كنت طفلا منذ أن كنت طفلا إلى آخره إذن تعرفنا على استخدامات حاليا السنس زين استاد واستخدامات الفور تعني لفترة هسه هذه معناها منذ هذه معناها لفترة وتستخدم مع كلمات محددة هذه استخدامات محددة لسنة أو لعدة سنوات لشهر أو لشهرين أو لثلاث أشهر لساعة أو لساعتين أو لثلاث ساعات لليوم لليومين لثلاث أيام للأسبوعين الماضيا لفترة طويلة لأسبوع لأسبوع فشوف هنا هنا يعني بينقوسيا أريد أوضحكم إياها بطريقة أسهل أن السنس ركز ويا السنس تأتي مع نقطة محددة من الزمن كأن تكون هذه النقطة يوم ساعة شهر سنة إلى آخر أما الفور تأتي مع ركز ويا مع فترة زمنية لأسبوع كامل لسنة كاملة إلى آخره زين أستاذ هذا تعتمد على المعنى وأن المعاني مات ضعيفة هنا سأضطيق قاعدة تساعدك بحل الصيغة التي تأتي بها بالامتحان أولا أولا إذا لقيت ورى الفراغ أي أو أن أو ذ لاست أو اسم جمع أو هاف هاف معناها نصف هذني إذا لقيت سنوار الفراغ راح اختار بالاختيارات طبعا هو تأتي كالشكل الاختيارات راح اختار بالاختيارات فور إذا ما لقيت ولا وحدة من ذني اللي ذكر راح تختار سنس خلنحاول نحل التمرين المتعلق بهذا النشاط على أساس للملاحظ هسا هو يات تمرين رقم خمسة بكتاب النشاط اللي تجيك بها الصيغة يعني هذه هي الصيغة ركز ويا يعني تكون على بين هاي الصيغة في الامتحان احنا نأخذ كل موضوع والصيغة مات بالامتحان هاي صيغة مات تجيك على شكل اختيارات يخير بين السنس وال فور اولا شي يقول شف هنا ش لقيت لقيت هاف اذا لقيت بعد الفراغ هاف تخلي فور هسا نجي هن من ناحية بدون معاني بعد ننترجم هن ش هن لقيت اي لا لقيت اي ان لا لقيت اسم جمع لا لقيت هاف بعد بعدها اسألة لقيت اي لا لقيت اي ان كذلك لا لقيت the last استاذ انا لقيت بس last تفيد لا انا اش قتلك قتلك the last لازم لان اذا تذكرون احنا اخذنا الاستخدامات الفور لازم the last فاقول the last لا لقيت اسم جميع لا لقيت هاف لا يعني ما لقيت ذني كلهن اذا ستستخدم ستستخدم سبعة دقيقة سنترجم الجمل ونعرف استخدامات السنس والفور من حيث المعنى we stayed in india for two weeks نفس السؤال اسألة لقيت a لا لقيت an لا لقيت the last لا لقيت اسم جميع نعم استاذ two weeks اسبوعين هذا اسم جميع نعرف ان اللغة انجليزية مفرد وجميع ما عدهم مثنى يعني الاثنين فما فوق تعتبر جميع فtwo weeks اسبوعين هذا تعتبر جميع اخلي لها for two weeks هس نجي على الترجمة احنا عرفنا ان السنس معناها منذ والفور معناها لفترة او ل انتظرت الحافلة لنصف ساعة شوف هنا انا قلعت مستمر الحافلة لمدة نصف ساعة ليوضح لان استمرت انتظاري للحافلة لفترة نصف ساعة اما شوف الجملة الثانية كنا في المدرسة منذ الساعة الثامنة شوف هنا الساعة الثامنة هي عبارة عن نقطة زمنية محددة منذ الساعة الثامنة مو اقول للساعة الثامنة او لفترة الساعة الثامنة لا وانما منذ الساعة الثامنة لأن الساعة الثامنة وقت محدد انا جاء I haven't eaten anything since last night أنا جاء لم أأكل أي شيء منذ ليلة البارحة إذن نقطة زمنية معددة في الماضي We've stayed in India for two weeks بقينا في الهند لأسبوعين المدة اللي بقوا بيها مدة أسبوعين هذا ما يخص استخدامات السنسول 4 الموضوع الثاني أخذنا معنا كل واحدة ويا من تستخدم والصيغة اللي ممكن تجينا بيها بالامتحان ونشلون نجاوب عنها الآن ننتقل إلى الموضوع الثالث اللي هو السؤال بـ How Long السؤال بـ How Long هو أبسط هاي المواضيع الثلاث اللي أخذناهم ليش؟ يقول لي How Long تعني تم المدة أو منذ متى وغالبا ما تأتي مع زمن المضارع التام البسيط شوف موضوع مرتبط بموضوع السنسول 4 هي أصل من أدوات المضارع التام البسيط والHow Long هي تستخدم مع المضارع التام البسيط ولذلك أخذنا موضوع المضارع التام البسيط لذلك نطبق قاعدة الاستفهامية للمضارع التام البسيط مع أدات السؤال هذه أوقف استاذ ليش نطبق القاعدة الاستفهامية؟ أصلا لأن إحنا لـ How Long هي أدات سؤال فبما أنه أدات سؤال وتستخدم فقط مع المضارع التام البسيط إذن رح نطبقها مع القاعدة الاستفهامية مع المضارع التام البسيط إذا تذكرون هل سب الله إيفو هذه؟ إيش أخطوها السحاليا؟ إذا تذكرون هذه يا قاعدة هذه قاعدة الاستفهام مع المضارع التام البسيط هاز و هاز زاد نفاعل زاد تصريف ثالث للفعل زاد تكمله إش سوى تسألني مجرد إجياد ضفة how long عليها فصارت قاعدة استفهامية مع المضارع التام البسيط باستخدام how long يعني مجرد نفسية القاعدة اللي استخدمناها مع المضارع التام البسيط القاعدة الاستفهامية شو ضفت عليها ضفت عليها الأداة أو أداة السؤال how long زين إذن أنا عندي ملاحظة أنا من يسألني شخص عن how long أو باستخدام how long لازم يسألني عن ظرف الزمان يعني أنت اجدي يقول لي كمثال يقول لي how long have you lived in بغداد منذ متى وأنت تسكن في بغداد فهو دي يسألني عن ظرف الزمان لذلك عند السؤال بhow long يجب حذف ظرف الزمان من الجملة شون يعني استاذ ما افتهمت هو بالامتحان رح يجيب لي جملة جواب يعني مستر جيمس has lived in ashby since 1990 السيد جيمس عاش في ashby منذ عام 1990 زين هو ش دي يقول لي يقول لي أنت سألني باستخدام how long الhow long تسأل عن شنو تسأل عن ظرف الزمان إذن يجب حذف ظرف الزمان من الجملة اللي منطيني إياها ليش استاذ لأن أنا ما يصير أسأل وأجاوب بنفس الوقت إما أسأل أو أجاوب هو دي يقول لي اسأل بما أنه أنا رح أسأل فلازم أحذف ظرف الزمان اللي دا أسأل عنه فهذا حذفنا أول شيء حسب الملاحظة لازم نحذف ظرف الزمان من الجملة سوي لي السؤال باستخدام how long شنو قاعدت الhow long how long أنا أزل الhow long زائدا has أو have أوقف استاذ شخلي has to have شعون تعرف أول شي تروح تشوف الفاعل معتك شنو الفاعل اللي رح أسأل عنه من هو مستر جيمس مستر جيمس شخلي له has to have يعتبر هي فأخلي له has زائدا الفاعل من هو الفاعل اللي هو مستر جيمس زائدا تصريف ثالث للفعل سنو تصريف الثالث للفعل قدي لفت يبقى كما هو لأن هو أصلا تصريف ثالث للفعل ب لفت زائدا تكملة in hb زائدا لا تنسون بالأخير علامة سؤال إذا صارت الجملة how long has مستر جيمس لفت in hb منذ متى والسيد جيمس يعيش في hb صارت جملة استفهامية باستخدام الhow long لكن انتبهوا لطلاب لنفتروا جذلا أنه ما هذفت السنس وكملت الجملة since طبعا هذا خطر since 1990 ش رح أصير الجملة منذ متى والسيد جيمس يعيش في hb منذ 1990 فعن السعر يتجاوبت بنفس الوقت لذلك ما يصير لذلك يجب حذب ظرف الزمان اللي نسأل عنه من الجملة ناخذ مثال آخر how long you work here منذ متى وانت تعمل هنا قل لي correct صح أجي سؤال الhow long ويا من تستخدم اخذناها تستخدم غالبا مع المضارع التام البسيط إذن الhow long لازم تستخدم مع المضارع التام البسيط شن قاعدته قاعدته how long أنزل الhow long زائدا has low have ما أعرف استاذ شن الفاعل مالتك فاعل you فالyou ياخذ ياخذ have زائدا الفاعل اللي هو you زائدا تصريف ثالث للفعل الwork شن التصريف الثالث مالتك worked زائدا التكملة here وعلامة السؤال منذ متى وأنت تعمل هنا ناخذ مثال أخير يقول لي has been ill since last night شا قل لي قل لي question with how long استخدم لي سؤال باستخدام how long شن قاعدة how long أنزل الhow long زائدا has low have منعدي الفاعل الفاعل سوها شتاخذ has زائدا فاعل اللي هي منية سوها زائدا تصريف ثالث للفعل شن هو التصريف الثالث هو أصل المنطنية البين البين هو التصريف الثالث مع البي بين زائدا تكملة الجملة ال لا تنسى لازم تحذف ظرف الزمان اللي هو since last night since last night هي ظرف الزمان لازم تنحذف وخلي علامة سؤال how long has سوها been أو منذ متى سوها مريضة أصبحت الجملة استفهامية باستخدام how long لو خل since last night كانت سألة تجاوبت بنفس الوقت وهذا الشي خاطر إذن تعرفنا على استخدامات how long وقاعدة مالتها شون يجينا بالامتحان وشون نجاوب عنا الآن ننتقل للفقرة الثانية من الموضوع طبعا لحد الآن طلعنا ثلاث مواضيع قواعدية اللي هنشلنا المضارع التام البسيط السنس والفور وال how long قدنا بعد موضوعين قواعديات أولا التحدث عن الأشياء التي نحبها ولا نحبها وثانيا describing people وصف الناس ركزوا ويايا أولا نجي على التحدث عن الأشياء التي نحبها ولا نحبها هذا الموضوع جدا بسيط ويرح يلحككم للثارث متوسط لذلك حاولوا تركزون على القواعد مالتها لأن رح تفيدكم بالمراحل القادمة أولا أنا من ندحت عن إن شاء الله اللي أحبها شون القاعدة اللي رح استخدمها أول شي نجي نتحدث عن الأشياء التي نحبها للتحدث عن الأشياء التي نحبها نستخدم أحد العبارات التالية أما love أحب أو like كذلك معناها أحب أو enjoy أستمتع ويأتي بعدها ركز كل شي نانا ويايا هذه جر عليها ميت خط ويأتي بعد هذه العبارات أما اسم أو فعل يحمل ing ركزوا ويايا هاي العبارات love وال like وال enjoy شي يجي وراهن يجي وراهن أما اسم أو فعل يحمل ing ما افتهم ستاشون يعني شوفوا طلاب مثلا أنا أردى عبر عن حبي لكرة القدم شا أقول أما أقول I love football أنا أحب كرة القدم أو أقول I love playing ركزوا ويايا football أنا أحب لعب كرة القدم سأسئلك سؤال شن اللي استنتجته من هذا الكلام اللي استنتجته إنه love يأتي بعدها أما اسم الفيتبول اسم أو فعل يحمل ing خب هي نفس الجملة لكن لما يجي وراها فعل love لما يجي وراها فعل لازم شرط أخلي هذا الفعل ing أما إذا إجي وراها اسم لا يبقى كما هو ساد ما عدني ما أفتهم تلطيني مثال ثاني يعني كمثال ركزوا يا هاي المثال رح يوضح لك الفكرة أكثر كمثال أنا أحب الأفلام أقول i like movies أنا أحب الأفلام اللايك شئ يجي وراها يجي وراها اسم أو أقول i like كمثال مشاهدة الأفلام مشاهدة شنو watch الwatch يشاهد فعل لازم شأخلي ing i like watching movies أنا أحب مشاهدة التلفاز كذلك نفس الملاحظة شئ تقول تقول اللايك يجي وراها أما اسم أو إذا يجي وراها فعل لازم يحمل ing لحد الآن عرفنا شنو هاي الملاحظة الآن نجي نتعرف على القاعدة شئ تقول القاعدة طبعا الفاعل دائما أو غالبا يكون i ليش استاذ لأنه يقول لك انت عبر لي عن نفسك عبر لي عن إن شاء الله اللي تحبها انت فالفاعل من هو أنت لما تريد تجي تعبر عن إن شاء الله اللي تحبها شئ تقول تقول أنا أحب أنا أكره أو أنا أستمتع بالرياضة الفلعانية فلازم أو غالبا ما يكون الفاعل i يأتي بعدها أما like يحب أو love أو enjoy كيف تستخدم القاعدة اللي تريدها إذا ما حزدك بالامتحان زائدا أما اسم أو فعل شنو يحمل ing مزين كمثال ماذا قال لي قال لي I like washing the car أنا أحب شوف الووش يخسل هذا فعل شو ضفت له ضفت له ing I enjoy watching TV أنا أستمتع بمشاهدة التلفاز الووش فعل ضفت له ing I love tennis أنا أحب التنس شوف التنس ما ضفت له ing ليش لأن التنس يعتبر اسم وراء هاي الأشياء التي نحبها نستخدم ركز ويايا نستخدم شنو I love أو like أو enjoy زي نتحدث عن الأشياء التي لا نحبها شنل قاعدة مالتها أو شنل الأدوات مالتها أولا نتحدث عن الأشياء التي لا نحبها نستخدم أحد العبارات التالية شنية أما don't like يعني like صارت don't like أو صارت dislike والlove صارت hate love يحب hate يكره ويأتي بعد هذه العبارات نفس الطريقة أما اسم أو فعل يحمل ing شون يعني يعني أقول الفاعل i أما don't like أو dislike أو hate زائد النفس الطريقة أما شنو اسم أو فعل شنو يحمل ing كمثال قل لي أنا أكره الاعتناء بالحديقة شوفنا هنا الغاردن فعل ضفت ing I don't like the paperwork أنا أكره العمل المكتبي أو العمل الورقي شوف I don't like يجا وراها اسم بالاسم من خلي ing هس الآن نجي نتعرف على الصيغة اللي ممكن تجينا بها بالامتحان ركزوا اياي I like play video games شقال لي قال لي correct شنو correct صحة ساطاه شقال قال إذا لقيت like أو love أو enjoy أو hate أو dislike ذن يجي وراها أما اسم أو فعل يحمل ing ال play سؤال أسئلك ال play فعل له اسم ال play يلعب فعل إذا فعل شخلي له أخلي له ing ف I like ش رح أصير ال play رح أصير playing زادة لتكملة video games مجرد ال play ضفت ing بعد I hate wait لو waiting إن كيو نفس الطريقة بس هل مرة جعب ليها اختيارات ال hate شي يجي وراها يأتي بعدها فعل يحمل ing هذا فعل مجرد وهذا فعل يحمل ing شنو الاختيار الصحيح الاختيار الصحيح هو waiting أنا أكره الانتظار في الطابور ال wait فعل مجرد ال hate يأتي بعدها فعل يحمل ing ما يصير يجي وراها فعل مجرد إذا نقول waiting الاختيار الأمثل هو كلمة waiting المثال الثالث express your like about go to the park هالمرة صيغة جديدة أي صيغة طبعا موجودة بالثعلة متوسط يعني الحاليا ما موجودة بمنهجكم لكن أنا متدربون على صيغة الأصعب شي يقول لي يقول لي عبر عن حبك شوف أن أنا حبك عبر عن حبك عن أعجابك عن مدى حبك لمن للذهاب إلى المتنزه يعني عندي go فعل يذهب to the park المتنزه اسم شي يقول لي يقول لي أنت عبر لي عن حبك شن قاعدة التعبير عن الحب هو ما محددني بقاعدة أقول أما I like أو I love أو I enjoy بكيفك تستخدم الأدالة التي تريدها باعتبار هو ما محددني زائد فعل يحمل ing الفعل المنطني شنو go شخلي له going I like going زائد نتكمله to the park أنا أحب الذهاب إلى المتنزه أو نفس الطريقة I love نفس الطريقة I love going to the park أنا أحب الذهاب إلى المتنزه أو أنا أستمتع going to the park أنا أستمتع بالذهاب إلى المتنزه سواء استخدمت الأدار الأولى أو الأدار الثانية أو الأدار الثالثة بتاخذ ثانية أتي بعدها فعل يحمل ing لكن خلطيكم بعد مثال آخر أنا متتوضح الفكرة أكثر كمثال إذا جاب لي قل لي كمثال إكس فريس عبر your like عبر لي عن حبك about cinema عبر لي عن حبك بما يتضمن السينما إنتا شو تقول ركزوا إياي هنا أنا شو رح تقول رح تقول I like أنا أحب السينما تخلي لها ing لا أستاذ ما أخلي لها ليش ما تخلي لها لأن السينما اسم وليس تفعل فتقول I like cinema أنا أحب السينما لكن نفترض قايا اللي go to the cinema شو رح تقول له تقول له I like القو شو رح تصير going to the cinema أنا أحب الذهاب إلى السينما شوف هنا أنا حسب السؤال قل لي فقط اسم أخلي الأدات اللي هي I like زادا للإسم ينزل كما هو إذا قل لي ويا فعل أخلي الأدات اللي هي I like زادا للفعل أخلي له ing هذا ما يخص التعبير عن الأشياء التي نحبها ولا نحبها الآن ننتقل لموضوع آخر اللي هو موضوع الخامس والأخير وهذا الدرس اللي هو موضوع وصف الناس ركزوا إيا كيف أصف شخص معي نستخدم أحد القاعدتين التاليتين للتعبير عن وصف الناس أو للتعبير عن الناس الذين نحبهم والذين لا نحبهم ركزوا إيا شوية هذا يراد لتركيز مثلا أنا أردأ أعبر عن الناس اللي أحبهم أو نوع الناس اللي أحبهم نفس الطريقة هما أقول I like أو I don't like أنا أحب أو يعجبني أو I don't like أنا لا يعجبني أو أنا لا أحب ركزوا إيا الصفة صفة هذا الشخص شنو اللي أجبك مثلا أقول I like clever people أنا أحب الناس شطاق I like sporty people أنا أحب الناس الرياضيين I don't like unhelpful people أنا لا أحب الناس الغير مساعدين أو I don't like unhealthy people أنا ما أحب الناس الغير صحيين إذن نستخدم أحد القاعدة الثاني التاليتين للتعبير عن الناس الذين نحبهم والذين لا نحبهم أحفظي على القاعدة I like أنا أحب I don't like أنا لا أحب زادة نصفة زادة ناسم كمثال إيش قايل لي قايل لي I like helpful people أنا أحب الناس المساعدين I like clever students أنا أحب الطلاب الشطار I like healthy kids أنا أحب الأطفال الصحيين شوفوا هنا نركز ويايا people nice اسم helpful صفة students اسم clever صفة kids اسم healthy صفة customers polite صفة أول شي صفة ومن ثم الاسم الاسم اللي أنا دو أصفه أو مثلا نقول I don't like أنا ما أحب unhelpful people people اسم unhelpful صفة بعد students اسم lazy صفة kids اسم unhelpful صفة وكذلك customers اسم polite صفة الآن عرفنا شون نعبر عن الناس الذين نحبهم نوع الناس الذين نحبهم والذين لا نحبهم أو نستخدم القاعدة الثانية أول قاعدة الثانية I like أو don't like نفس الحاج ماكوشي جديد زائدن ركزوا يا يا اسم زائدن هو زائدن فعل أو صفة أوقف أستاذ ما افتهمت يعني كمثال هنا أنا عندي I like helpful people أنا أحب الناس المساعدين شو يطلب من عندي يقول لي حول لي هذه من هذه القاعدة لهذه القاعدة باستخدام relative أو ضمير الوصل هو شو تقول القاعدة تقول I أنا أزلل I زائدن ركزوا يا يا like أنا أزلل like زائدن اسم شنو هو الاسم people أنا أزلل people قبل شوية رتبناها هذه الصفة وهذه اسم زائدن هو أنا أزلل هو زائدن ركزوا يا يا فعل أو صفة أما تشتق فعل من الصفة helpful helpful محب للمساعدة الشخص المحب للمساعدة شي سوي دائما يساعد أقول له who help أنا دائما أحب الناس اللي يساعدون I like people who help أنا دائما أحب الناس اللي يساعدون شوفوا الجملة الثانية نفس الطريقة رح أحولها من هاي الصيغة إلى هاي الصيغة شو تقول القاعدة تقول I أنا أزلل I زائدن like أنا أزلل like زائدن الاسم شنو هو الاسم students أنا أزلل students زائدن who أنا أزلل who زائدن فعل أو صفة شنو الفعل clever الشاطر شو يسوي يقرأ كثيرا who read a lot أو who are hard working أو تقدر تقول who are clever بمنتهى البساطة لأننا نزل الصفة مثل ما هي مثل ما هي أنزل الصفة مثل ما هي who are clever أو أشتق فعل من الصفة الهيلفول اشتقيت من عنده help الكلفور اشتقيت من عنده read وهكذا خلنا نجي نشوف باقي الأمثلة شون حليناها ركزوا إيايا على الأمثلة رح تطلع لك نفس الطريقة I like people who help others أنا أحب الناس اللي تساعد الآخرين I like students who work hard أنا أحب الطلاب اللي يعملون بجد شوف الكلفور شو اشتقيت من عندهم Work hard يعملون بجد I like customers who are polite أنا أحب الناس اللي هم محترمين شوف هنا أنا ما اشتقيت مجرد polite نفسيتها استخدمتها أستخدم أما فعل أو صفة زي الأستاذ أنا حفظت هاي القاعدة شون تجيني بالامتحان وشون أقدر أجاوب عنها ركزوا إيايا هسا I like helpful people ميش قللي قللي هو use help أريدك تستخدم لي relative أو ضمير الوصل هو باستخدام الفعل help شو تقول القاعدة تقول I like زائدا للإسم شين هو الإسم people I like people زائدا لأدات الوصل اللي هي الwho I like people who زائدا الفعل شن هو الفعل المنطين يا help أنا أحب الناس اللي تساعد تقدرونوا تكملوها who help others الذين تساعدوا لآخرين أو تريدون تخلوها بذل ما هي بعد مثال آخر قللي I like clever students شن القاعدة تقول تقول I زائدا like زائدا للإسم شن هو الإسم students أنا أحب الطلاب زائدا هو حسب القاعدة زائدا الفعل شن هو work hard الذين يعملون بجد بعد I don't like أنا لا أحب شن هو الإسم customers customers أنا لا أحب الزبائن who الذين شوفنا أنا ما نطاني فعل أقدر أستخدم نفس الصفة who are impolite الذين هم غير محترمين هذا ما يخص موضوع التعبير عن الأشخاص الذين نحبهم أو نوع الناس الذين نحبهم ولا نحبهم باستخدام ضمير الوصل who أو باستخدام القاعدة العادية تعرفنا مجرد تحفظ قاعدة هو قاعدة جدا بسيطة وتحولها من القاعدة العادية إلى القاعدة باستخدام هو الآن ننتقل إلى كتاب النشاط شي يقول لي يقول لي write answers to the questions يقول لي يكتب أجوبة لهذه الأسئلة يعني هو مطيني أسئلة ويقول لك جاوبني عنها عن نفسك where do you live أنت وين تسكن تقول له I live in كربلا أنا أسكن في كربلا أنا أسكن في كربلا أتكتب المحافظة التي تريدها هذا السؤال نعرف نجاوب عنه من الخامس ابتدائي how long have you lived there شوفنا أنا ستستخدم لي how long منذ متى وأنت تسكن هنا كمثال أقول له since I was born منذ ولادتي تقدرون تقولون for 10 years لعشر سنوات كيفكم إحنا نقرفنا من الhow long نجاوب عنها أما باستخدام since أو باستخدام for how long have you been in the school منذ متى وأنت هنا في هذه المدرسة أقول له كمثال for 3 years لثلاث سنوات what do you like doing in your spare time ما الذي تود فعله في وقت فراغك شو تحب تسوي في وقت فراغك كمثال أقول له I like going to the park أنا أحب الذهاب إلى المتنزه I like زادا فعل يحمل ing بعد what things do you dislike doing ما الأشياء التي لا تحب فعلها كمثال أقول له I don't like أنا لا أحب كيفي كمثال watching TV أنا ما أحب مشاهدة التلفاز كمثال شوفنا أنا don't like إجاورها فعل يحمل ing what kind of people do you dislike ما نوع الناس الذين لا تحبهم نفس الطريقة أقول له I don't like أنا لا أحب impolite people أنا ما أحب الناس الغير محترمين أو الغير مساعدين what is your favorite TV program ما هو برنامجك المفضل كمثال I love healthy programs أنا أحب البرامج الصحية do you have any suggestion for making the town better يقول لك هل لديك أي اقتراحات لجعل المدينة أفضل كمثال هي هو إن شاء الله مثلا نقدر نذكرها كمثال the streets how long have you questions يقول لك أكتب ثلاث أسئلة تبدأ how long have you use the verbs from the box باستخدام هذا الأفعال how long have you played كم المدة التي لعبت فيها in the school team كم المدة التي لعبت فيها في فريق المدرسة كمثال مثال آخر يقول لي باستخدام الفعل study أقول لها how long have you نفس الحجي بس لستدي لازم أخليه تصريف ثالث studied كم المدة التي درست فيها in this school كم المدة التي درست فيها في هذه المدرسة علامة السؤال نفس الطريقة how long have you الفعل المرة شنو watched watched the healthy programs منذ متى وأنت تشاهد هذه البرامج الصحية كذلك هذا التمرين غير مهم بالامتحان التحريري أو امتحان الشفوي مجرد لتدريب على أسئلة how long الآن ننتقل لتمرين رقم ثلاثة write two things you like doing and two things you don't like doing اكتب شغلتين تحب تسويهن وشغلتين ما تحب تسويهن نفس الطريقة كمثال I like watching أنا أحب watching TV أنا أحب مشاهد التلفاز I like playing أنا أحب لعب فوتبول كرة القدم I like playing أو going to the park إلى آخره الشغلتين ما تحب تسويهن كمثال I don't like going أنا لا أحب الذهب outside خارجا ما أحب أطلع بره I don't like كمثال eating أنا لا أحب أكل الفش أكل السمك إلى آخره هذا مجرد يقول لي عبر عن الأشياء اللي تحبها والأشياء اللي تحبها شغلتين تحبهن وشغلتين ما تحبهن كذلك هاته تمرين نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحرير وامتحان الشفاوي تمرين رقم 4 محادثة طالب الأول يسأل والطالب الآخر يجاوبه سنة الأسئلة الممكن يسألها يقول له I like playing my boiling أنا أحب ألعب بالكمان هذه الأداء الموسيقية منذ مدى أنت تعزف على هذا الكمان خمسة عوام إلى آخره كذلك هذا نشاط صفي محادثة تمرين رقم 5 حالي ناوية موضوع السنس والفور وتمرين رقم 6 complete the sentences أكمل الجملة التالية يقول له I like kind people أحب الناس اللطيفين يقول لك حاول تكملها باستخدام الwho فش تقول له يقول له I like people شوف أنا أحب زايدا الاسم زايدا هو كمثال who are kind أنا أحب الناس اللي هم لطيفين نفس الطريقة I like people who are happy أنا أحب الناس اللي هم سعداء هالمرة هو مستخدم لي إلى ذاته فرجح للقاعدة الأصلية أقول له I like happy people أنا أحب الناس السعداء نفس الطريقة I don't like أنا لا أحب unfriendly people أنا لا أحب الناس الغير ودودين شاكل له I don't like people يعني لا أحب الناس who are unfriendly هم الذين هم غير ودودين نفس الطريقة الجملة يقول له هالمرة من عندك بس من طين التلميح كلمة friendly كمثال I like friendly people أنا أحب الناس الودودين وراها أجل أحاولها على قاعدة الwho أقول له I like people أنا أحب الناس who are friendly هو كلمة اللي آها أنا أحب الناس اللي هم ودودين نفس الطريقة وهي كلمة lazy I don't like lazy students يعني ما أحب الطلاب الكسالة وراها شي يقول لي يحاوليها على قاعدة I don't like students أنا لا أحب الطلاب who are lazy هو مكمل لي هذا ما يخص تمارين رقم 6 كذلك هذا تمارين نشاط صفي أغلب التمارين اللي أخذناها في كتاب النشاط تمارين أنشطة صفية لذلك احنا أخذنا المواضيع القواعدية وكل وحدة أخذنا صيغة اللي ممكن تجينا بها بالامتحان مع عدل تمارين رقم 5 تمارين مهم جدا لأن هي صيغة اللي ممكن تجينا بها بالامتحان عن موضوع السنس والفور هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا بي خمس مواضيع قواعدية اللي هنا موضوع المضارع التام البسيط الفرق بين السنس والفور الاستخدام الهولونغ التعبير عن الناس اللي نحبهم وصف الناس إلى آخره واخذنا كل موضوع ويا الصيغة اللي ممكن تجينا بها بالامتحان وشلون نقدر نجاوب عنها حاول تكتبون ملاحظات بالدفتر لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو اضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون ويا رحسبات الموجودة منكم على الشاشة